أهلا بكم من جديد وإلى الشان الفلسطيني حيث قامت سلطات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وتضييق الخناق على السكان بإغلاق كل منافذ القرى المؤدية إلى رام الله عقب عملية إطلاق نارك نابا بها مجهولون على حافلة للمستوطنين شمال رام الله ردة فعل الاحتلال تجاه تصاعد الأحداث في هذا التقرير إلى مربع فشل احتواء الموقف عاد الاحتلال خائبا ولأن سلطات الاحتلال غير معنية بصب الزيت على النار وبعد اشتداد موجة انفجار الشارع الفلسطيني من خلال ما جرى من عملية طعن في القدس وإطلاق نار على حافلة للمستوطنين بالقرب من قرية عين يبرود شمال رام الله شرع الاحتلال بخطة الاعتقالات الاستباقية لمن يظن أنه يحرد ويؤثر كما وأغلق مداخل معظم القرى المحيطة بمدينة رام الله بعد اطلاق نار على الحافلة اقتحم سلواد اقتحم كل المناطق الموجودة في الثغور دخل على سلواد واعتقل تقريبا خمس شباب سلواد موقعها استراتيجي في المنطقة يعني معظم المنافذ بتروع على أربع مدن رئيسية في الضفل الغربيها من سلواد الأغلق جميع المنافذ روحت على طريق الجلازون غلاك مسجرة أجيت على الدي سي او برضه مناعوني مركت على طريق عين بروهود وعلى بيتين وأجيت طريق هاي هاي مهانة بكل اللي مسجرة بشعر المنين بدا دور هالكيد هدفهم منهم يركع الشعب الفلسطيني وهذا اشي بعيد عن سنانهم مهما يهدوا مهما يعتقلوا مهما يقتلوا هذا الشعب الفلسطيني لن يركع أن يقبل الفلسطينيون بالأمر الواقع كما جاء على لسان وزير الحرب الاحتلالي والاعتدال بالتصدي للشبان المنطفضين عند نقاط التماس ومحاولتهم عدم إيقاع الشهداء حتى لا يثار الشارع الفلسطيني أكثر وتطول الهبة هي تقديرات الاحتلال لكن المسيرات لازالت منطفضة خرجت من جامعة بيرزيت ومن دوار المنارة وكان لقاء المواجهة بيت إيل إسرائيل ستتعامل مع الموكف قدر الإمكان محاولة الامتصاص قدر الإمكان هي لا تريد أن ينفجر الوضع هي تدرك أن الفجار الوضع سيدفع مزيدنا الدول إلى الضغط على الولايات المتحدة هي كانت تستخف هي كانت تعتقد أن العالم العربي مفتت ويعيش أزمات ستمنع عن المشاركة ولكن رأت وهذا فاجأها أنه ترك كل الخلافات جانبا عادة القضية الفلسطينية كحالة جامعة وموحدة لكل العرب ساحة المعركة بجنودها البلثمين هنا ترد على محاولة إخماد الانتفاض بعقاب الاعتقالات والإغلاقات في ميدان المواجهة المتصاعدة غير المستكينة يتوحد هدف المد البشري وتجيبهم الحجارة فائرون لأجل القدس حتى الممات من أمام حاجز بيت إيل زينة صندوقة رؤية ترجمة نانسي قنقر